موشهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم معايا في حسدكم آل وفارس مشهدنا الكرام كما جرت العادة رأينا في الموعد إن شاء الله الموصفات التي تبتونكم اليوم يعجبوكم وتسجلوا كل مقادر توحى أو توحم عفوا والطريقة التحديد طبعا يلا مشهدنا الكرام الكراس والسيالة ما تنسوهمش وكذلك ما تنسوش الرقم الهاتف لاحيه ظهر في أسفل الشاشة هذا باش نستقبل جميع مكلمتكم بإذن الله وشرفني أني ناخد اختراحاتكم وناخد كل انتقاداتكم أكدا باش هات الحصة تكون نجحة كتر وكتر وكتر يلا مشاهدنا الكرام اليوم تبتلكم وصفة ثانية خفيفة اللي تقدر دلوها للفطوط تقدر دلوها للعشاء كما حبيته رح نديروا واحد البيت زبر لكن طريقة مختلفة شوية اللي رح نديروا فيها شوية خضراء شوية تعالجاج وتخرج بنينا بززي بزف ومام طريقة تحا سهلة الوصفة الثانية اللي رح نديروا فيها بسبوسة اللي رح نديرها بالكريمة ولا بسبوسة بالمهلبية كذلك هات البسبوسة لما طيبوها وتشربوها وتوسيو الكريمة وتخليوها تبرد كذلك ولا أرواح صدقوني يلا مشاهدنا الكرام ما نطورش عليكم نروحوا الوصفة اللي هو لا اللي هي بيزا اللي رح نديرها مغطيها بالخضر صدقوني كذلك هات الوصفة برينا بزز عندكم هنا كاس الحليب يكون دافئ عندكم هنا زجم غارف يوورد طبيعي عندكم نص كاس الزيت موارف كبيرة خميرة الخمز و عندكم نص كاس خميرة حلوة و عندكم هنا تبعوني باياض نعود لكم عندكم هنا كاس الحليب يكون دافئ ضجم غرف يهور طبيعي عندكم نص كيس على الزيت مورف كبيرة خميرة على الخبز عندكم نص كيس خميرة على الحلوة وعندكم بايات تحبة على بيض وضجم غرف على السكر والملح هذا بالنسبة للعجينة وبالنسبة للحشو تحبوا ولكن الأحسن عندكم تديروا الخضر تبعوا معايا عندكم هنا المطاقة تطفل اضر الجبل وعندكم حبا ففل حليل وحمراء من قطع رقيق حبا ففل حليل وخضر من قطع رقيق حبا بسرل كبيرة من قطع رقيق قطع مل وعندكم خمس سوابل وعندنا لكي نزين هذه البجاة قهوة صليت الدوابن صفر حبا بيت شوية تحسينوش عندكم تزوج مغرفة الحليب وعندكم شوية تزعتر وطبعا فرينة باش نطمو لعبات هؤلاء هما المقادير وما ننساوش في اللعبات رح ندير مغرفة الخل يلا هؤلاء 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 المقادير على العجينة والحشو نروح وضلك بباشرة تحضير صدقوني سهلة وكذلك طريقة نجحة مئة بالمئة يلا شوفوا حاجة اللولة سوف ندير الحشو تحدي البيتزا نحطه فوق ناري طيب وفي نفس الوقت سوف نحضر العجينة شوفوا معي هكذا ناخد مقلا نحط فيها شوية الزيت شوفوا هكذا نحطوا شوية الزيت نجعل الزيت تسخن شوفوا معي وكتشوفوا طريقة سهلة وانتو ما قلت لكم الحشو تقدروا تديروا الشيء اللي حبيته تقدروا تديروا الطونا تقدروا تديروا يعني الشيء اللي حبيته شوفوا معي هنا ناخد حبات عبسل تقول لكم تكون منقطع الرقيق هكذا نقليوا البصل شوية هولو هول يلا نستقبلوا اول مكامل نهار اليوم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك اي سلمك عيشك اي سلمك عيشك اي سلمك عيشك وش هي المعدا من الله الحمد الله سكسلك الخير لا بس انقبلك الخير حمد الله يهنيك أخويا فارس أعني عم تفضلي أعني ما دونيش البرانية القرنينة ما عليه ما يكون لها خطرك شوف هنا أنا هاد الوصفات الموتة عليهم وكان بزاف ناسي ما يعرفوهمش أعني نعرفهم صحبت وحدي شوية شانجمو ما عليه ما يكون لها خطرك أي سلمك يعيشك وزرودية مشرملة أو البتنجل مشرملة يا تك الصحة ها تك الصحة حاجة حاجة عامة يا الله ما كاشف مشكل يبعكاش مشكل يطول عمرك بارك الله وفيك ومشاء الله لك في القمة ونقول لك حاجة والله العظيم يا أخويا فارس غير هذك المرات هذك التأليك في اليوتيوب لم يحقش العقد العذوب يقول لك قارس والله ربي يهديهم أسفو عليك ربي يهديهم أسمحتك أسمحتك والله يسلمك تعيشي والله سكتهم ما شاء الله والله يسلمك تعيش يطول عمرك والله يسلمك تعيش يطول عمرك والله العظيم هيا تقولي تبعي فارس تبعي ديني كيما فارس والله غير ماشاء الله بارك الله يوم مرثلوسي الله يسلمك سلمي لي عليها بزي بزي يسلمك والله غير عجوز لي ومرثلوسي داي من مورك والله يسلمك يسلمك وحالتك الصحة تعيش والله يحفظك والله يتكمت منها ان شاء الله بارك الله فيك بطول عمرك شكرا ربي يجازك شكرا تعيش حفظك بخير شوفوا هنا مشاهد الكرام قلنا الحشو شوية على الزيت ترميوا البصل ترميوا البصل بقطعه شوفوا هنا هاكذا شوفوا هنا قلنا حبا بصم القطع رقيق حبا ففل اللي حلو بقطعه رقيق حمرة ووحدة خضرة وشوية على الملح نبدأ ونضيرو شوية على الزي بيز اللي قلنا شوفوا عندكم شوية على الكركم هاكذا 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 نزيت شوية على الكريم مغرف هاكذا شوفوا هاكذا وعندكم شوية على السكن جبير هاكذا تصدقوني لما تديروا هاد ليزي بيز مع هاد الخضرة والجاج ريحتها ولا اروع شوية على الملح أنا لدرت الملح وعندكم شوية سانكي بيز والخمس توابل التي توجدوهم في السوبيغات شوفوا هاكذا بها الطريقة هاكذا 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 يلا نزيد ونستقبلوا مكالمة عالو عالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وشراكم يا ناس وهرا لا بس الحمد لله انتم غاية 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 الغاية مين داك علش مين داك هاه على حسب سؤال على حسب الشي من يكون ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدركم ان شاء الله ساح الله يعاونك بارك الله وفيك شكرا لك ساحب السلامة شكرا شكرا ونروحوه ونحضروا العجينة كذلك عجينة بطريقة سهلة هاكذا راح نقصله شوية النار ونخليه ونخلي الحشب اي طيب نروحوه ونحضروا آآ العجينة بطريقة كذلك سهلة قلت لكم عندكم كاس تحليب يكون دافي هاوليك راح ندفيه شوية قدامكم خلفيه يجب الحليب يدفع نضيف موارف كبيرة للخمير موارف السكر نضيف نصف كيس نضيف موارف و نضيفه سوف نضيفه سوف نخلطوهم ونزيد كذلك شوفوا نخلطوهم ملح نزيد هنا زوج مغارف الياورت طبيعي نزيد ونستقبل مكالمة السلام عليكم هلو فارس السلام عليكم سي حمد وش راك وش راك لبس اخويا فارس والله رحمد الله وش راكم انتوما والله غير لبس يا اخويا والله غير ما شاء الله وصفة تقع ولا اروع الله يسلمك بارك الله وفيك شكرا لك يا تكسحة الله يسلمك يا ودي نقول لك حاجة المخلوقة تستنى كان نصرها كامل هي قبضة كنا شو تقدر الورقة والسيل وتستنى ذك والله ما اسمهتك قبضك المخلوقة المخلوقة العجوزة انا عما هار كامل هي السنة غير فارس وارس يا اخويا هب السنة غير فارس لازم يكون عندها السكة الكراس والسكة والسيالة لازم يا اخوة يا احمد دينا ما كانش عندها السيالة والكراس كيفاش راح تتعود لكم الوصفة هاي هاي تقدر معك هاي هار ما علي بس ارواحي اهلو السلام عليكم معيك السلام وشراكي مادام لا باس لا باس ترك مليح والله اغي الحمدلله الله يهنيك والله اغي شكرك على الوصفة تتعك اه زوجك راح غير يشكر فيك ها والله اغيراني بسيالة والكراس والكتب الله يسلمك وراك تجربين لهم ولا والو والله اغي خطراتك يكون كاينين تجربو اهه اهه ويقول لكم وصفتك ولا ارواح الله يسلمك يطول عمرك ايه بسلامة بارك الله فيك شكرا لك سيداتي شكرا شكرا شوفوا سلام عليكم السلام صحا اخوة يا احمد بارك الله فيك يا تك صحا شكرا لكم شوفوا هنا مشاهدنا الكرم اهه كاس اللي بدأ فيه اني حتيته مفتع سكر مفتع خميرة على الخبز من نصف كاس خميرة كيميائية ودرت نصف كاس لازيت ودرت كذا لك زوج مغرفت هاليورت الطبيعي هادي دم المقادات على العجينة شوفوا ضوك هنا نبدأ ومازال ما درناش الملحة نبدأ ونطموا لاباتتا هنا نبدأ ونطموا لاباتتا هنا ونه ونحط كذا لك شوية على الملح يلا شوفوا هنا مشاهدنا الكرام نبدأ ذوك هنا شوفوا كذلك مشاهدنا الكرام أنا نعدل لها هذه العجينة ونزيد نقول لكم بارك حاجة اه الناس اللي رأي تهدر وتقول يعني كلام كلام ما كانش منه ما كانش من الصحة اه انا كي تكون حاجة ما نحش نبعد واحد يهدر باسمي ولا يقول كينا مسابقة ولا ما كاش كنت اهدرت على هذه الكلام أنا كي تكون حاجة أنا نهدرها يعني أنا شخصيا أنا نقول لكم بلي كينا مسابقة ولا كينا حاجة يعني ما نخلحتها واحد يهدر باسمي باش تكونوا بارك آآ ميقين ونصب حتى عايسي آآ جيدي آآ فارس يعني آآ بارها دي ما عندي حتى صفحة يعني الناس برك تهدر آآ الزايدة وخلاص يالله مشاهدنا الكرام خلونا من هذا الكلام يعني آآ تحية الوصفة والوصفة والوصفة تبعوني شوفوا راح ندير هنا شوية تعفارينة بعد وش راح نزيد لها تبعوا معايا نزيد آآ مورف كبيرة خميرة ولا خل طبيعي هكذا بعد وش راح تستعنا راح تخرج بزاف هايلا نوك نبدأ نطم هكذا شوفوا نطم العجينة شوفوا هكذا بهذا الطريقة ونزيد شوية تع الملح يلا نستقبل مكالمة آلو 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 السلام عليكم أمو فارس مرحبا بك وش راح تنبس لابس لابس الحمد لله الحمد لله ما حال في عمرك آيام العاصمة آية 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 وش راح تنبس لابس لابس حمد لله ما حال في عمرك آية قناة نصنع ما حال قناة نصنع ما حال قناة نصنع قناة نصنع آية الله يبارك آية وش راح تنبس وراك تدخل الكوزينة آية طيبة شوية ولوالو نعم 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 الله يسلم آية بارك الله وفيك شكرا لك شكرا لك بارك الله وفيك آية شوفوا هنا مشاهدنا الكرام هاي لك لابات شوفوا ما تاخدش منكم وقت كبير باش نطموها وما تيبسوها شوفوا هاكدا نطم العجينة وهذه العجينة راح نقسمها على تنين شوفوا شوفوا هاكدا بها الطريقة هاي لك العجينة وهنا ما تعجنوها ماوالوها هاي لك نطموها بارك وانتوما في الدار من الأحسن أنكم تخليوها ترتاح شوية شوفوا هاي لك العجينة ما تيبسوها لازم تكون بهذه الطريقة هاي لك هاي لك هاي لك هاي لك هاي لك هاي لك نقسمها على تنين ثم أقول لكم في الدار خليوها ترتاح شوية مدة عشر دقائق أو لا ومن بعد راحين تخدموا بها هاكدا شوفوا هاي لك 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 نبدأ هنا نحل رابات نار وحشو نضيف تضيفون الحشو ولا أروع وعندما يكون الحشو سوف تأتيكم هيلة شوفوا برق الألوان تحت الحشو كما يقولوا في تونس هاد الحشو محلاه وخويا أمين ومحلاه كذلك وما ننساش خويا كادر منها كما يقول الخونا كادر الجامع والبلادية نقابلين بسح ماشي من تماما لا ماما قلتها صح خويا كادر شوفوا معايا مقابلين هااااا وما ننساش خونا أسامة المخرج بتاعنا نبيع لكم براية حاجة المخرج أسامة يضربكم بدكوا تصويره بما تزيدوش تحضروا سيبون وما نننساش سلطان كذلك يلا تشوفوا هنا مشاهدين الكرام اننا سأخذها السنوة هذه السنواء تعني الحاسم انتم اخذوا السنواء التي احبتها اخذ هذه السنواء مختار سلام عليكم السلام ورحمة مرحبا بك اخوة مختار ماذا رأى الناس الجلفة الله يعيشك والله يقع لباس انتم وشراكم لباسها لباس الحمد لله كسب بيتي ونوال اخوة قصروا يقولوا الله ينور ان شاء الله وريني البغرير كيف يديروه نعم البغرير كيف يديروه البغرير ايه البغرير كونت درتوه ما شفتوش ما ما شفناش فاتتنا وتقدروا تنخلوا اليوتيوب وتشوفوه اه نقدر ايه ايه يالله دير وصبت البغرير رحت خرجك طريقة اللي درناها طريقة بسيطة وناجح 100% ان شاء الله ينورك يطول عمرك بارك الله وفيك شكرا لك شوفوا مشاهدنا الكرام قبل ما نروحوا نحلوا العجينة وفي نفس الوقت هنخليها ترتاح شوية شوفوا ناخد هنا صافرتها حبة بيض نزيد لهم زوج مغارف كبار لحليب هكذا خلطهم ونزيد لهم اه مورف كبيرة قهوة سريعة الدوابين هكذا هادو ورح نخلطهم باش ندهن الفوق يعني الوتش الفوق نحل العجينة هادو نصفر البيض والحليب وقاوسة الدوابين رح يجيكم الوتش بيض بزاف شوفوا معايا هكذا خلط الملح هادو رح نخليه بجاه شوفوا دوكوش رح نديره رح نحل العجينة شوفوا هكذا نحل العجينة اللولة هكذا وقالت لكم تاخدوا سنوة اللي حبيتوها تاخدوا سنوة كبيرة عليها لانه العجينة رحي شوية بزيادة هكذا 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 ناخد شوية الزيت ونمسحه سنيوة وطبعاً كما نديره في الظهر هكذا غرب يدينة نمسح سنيوة تاعي هكذا هكذا نفرش العجينة في هات سنيوة شوفوا وشوفوا هناني خليت الطلافة هكذا وشوفوا بقى نعطيكم ملاحظة العجينة طي و الهاتي و الهارحتها ما تزيروهاش هنا بعد عود تكمش لكم انو هنا حبطهم مليح شوفوا نحبطهم مليح نخليها مرتاحة هكذا ما تزيروش تزيروهم بعد تتكمش و تدخل الداخل هنو كوش راح ندير راح نجيب فرشيطة نطقب العجينة تاعي لانو هنغطيها بعجينة و اخرى ونضمنو انو ما تنفخش بزيف هكذا بهذه الطريقة وش راح ندير شوفوا حاجة اللولة عندي الياورت الطبيعي نفرش لها شو ياورت طبيعي هكذا نفرش هنا يلا حمد الله بصحتكم قولي لي امينا وش جربته جربنا البيتزا بالشحم هذيك فيتزا وكيف اجبا جيش فيها الدقطة الشحم جي فيها جيش باب جي هايل بصحتكم يلا وبيتزا وزيدي وكريم والبسبوسة والبريوش يلا بصحتكم بصحتكم امينا نعم يلا جوزي لاختك بسلامة بارك الله وفيك امينا شكرا لك علو علو السلام عليكم السلام شفر كارك كاركي ديرا لباس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يلا وحي نقول لك بصحتكم وحي نقول لك وحي نقول لك وحي نقول لك بغيت نقول لك خاصني نقاطو داني بيغسا قلدي لها هنا درتو من قبل ما شفتيش طرطة هذي كي درتها شفتها وتقدر تخلي اليوتيوب تشوفيها ايه صح هكذا تشوفي المقادير وشوفي طرق التحذير صح وعدنا طالب تاني وحدة اخر ماليش يلا تفضلي تشيز كيك تشيز كيك ماكاش مشكل وسلمني على بناتك الله يسلمك يبلغ بارك الله وفيك ومدير اهداء ماليش يلا تفضلي صغير صغيرة صغير لفامي جرين وصوخ تطعي شوش وبتعمي كوتل عندها الباك وبتعمي مرولي عندها الباك ربي ينجحها من شاء الله ربي ينجحها بإذن الله بارك الله وفيك شوفوا مشاهدة الكرام درت الياورتس طبيعي زيت عليه الفروماج درت الحشو نزيت شوية على الزعتر تخيلوا 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 تزيدوا شوية على الزعتر هكذا هادي المرحلة مرحلة مرحلة يلا شوفوا شوفوا ما شاء الله صدقوني بنينا بزعاف لازم تجربوها هايلك قال لكم السلطان قوة يلا هايلك العجينة ثانية نزيد نحلها بنفس الشي شوفوا شوفوا معنا ويلا شوفوا هاكدا هاكدا بهذه الطريقة ونرفض العجينة بالحلال هاكدا ونغطي هادي الحشو بالعجينة تانية بهذه الطريقة شوفوا قلت لكم ما تزيروش هنا ها أعطيوا لها راحتها شوفوا هاكدا بهذه الطريقة هاكدا ونقطع العجينة الزيتة شوفوا نحبطها بهذه الشكل هاكدا وطبعا لازم تقبوها تانية هنا هاكدا هاكدا نحط درك كين تقبو العجينة شوفوا هاكدا 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 نحط 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 هاكدا نحط هاكدا نحط هاكدا هاكدا شوفوا معايا هاكدا 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 درجة حرارة مئة وثمانين درجة حتى تشوفوا لاباتتا عكم طابت وخضرت هذك اللون الدهبي تخرجوها تبعد شوية وتقطعوها على ثمانية على ستاكي ما حبيتو وتقدمها ستقون يبنينا بزاف بهذا الحشو بهذا الابات يدرناها يلا مشاهدين الكرم حندخلها الفرن قولنا درجة حرارة مئة وثمانين درجة نروح وفاصل قصير ما تروحوش بعيد ورحين عودوا نقول لي ورح نقدم لكم أحلى بسبوسة لأحلى ناس كما يقولون المصريين رح ندرها بالكريمة بطريقة بسيطة جدا جدا نخليكم بعد الفاصل مشاهدنا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفات عنها اليوم مرة محاضرين وجاهزين أمامكم كانوا الوصفات بسيطة جدا 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 مقادير قريصادية الوصفة الأولى اللي كانت عبارة عن بيتزا اللي كنت لديناها طريقة سهلة وما تاخدش منكم الوقت بزاف بعد ما تاخد اللون دهبي يعني من فوق شوفوا بهذه الطريقة راحين تخرجوها وتقدموها ستقوني بنينا بزاف نوصيكم أنكم متحضروا للبيتزا وإن شاء الله بإذن الله نسلنا مكلمتكم وتقولوا لي واش رايكم في هذه تشوفوا يعني ما من تحت طيبة هايليك تاخد اللون ذهبي كيف كيف وقتلكم الحشو ديرو الحشو اللي حبيته من داخل وعني وطيبوها عادي والوصفات التانية اللي هي بسبوسها بالكريمة هايليك أنا ما زي ما بردتش مليح مقدتش نحيها من القالب ثم تخليوها تبرد مليح بعد راحين تحلوا القالب ولا قوتلكم تقدروا تستعملوا مولا غاتا يعني عادي بعد ما تشربوها بهذا كسيرو راحين تحطوا الكريمة اللي قوتلكم طيبوها وتفرغوها هي سخونة تخليوها تبرد تماما اهنا خذيت شوية قش دا طلعتها بشوية ساعة سيكري غراس حطتها من الويتش الفوق وزينتها بشوية تاعة بيستاش ونقدموها ستقوني بسبوسة ولا أرواح بالكريمة وتكون مشربة من تحت يلا الله مشاهدنا الكرام اقدموا الوصفات عنها اليوم ان شاء الله يكونوا عجبوكم اقابيكم يوم السبت ان شاء الله يغضوها الخميس والجمعة مكاش ألو فارس ولكن يوم السبت ان شاء الله هنتلقى بيكم بزوج وصفات لتحبوهم تماما من الهادك الوقت تهلا في وحدكم تهلا في صحتكم سلام شكرا